دشنت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جينيف بالتعاون مع بعثات إسبانيا والسويد وأكوستاريكا وماليزيا مبادرة جديدة لدعم أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة في المحافل الدولية جاء ذلك في البيان الذي ألقاه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جينيف أحمد إيهاب في مجلس حقوق الإنسان باسم دول المبادرة لدعوة المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه بضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لسيما التمكين الاقتصادي للمرأة وتمتعها بالكامل بحقوق الإنسان أكد البيان الأهمية الأساسية لتمكين المرأة من الحصول على التعليم والموارد الاقتصادية والفرص والعمل اللائق والأجرى المتساوية